اشتركوا في القناة لا ارتبت الجرم المرتكب ولا لجلال التضحية التي يبذلها الفلسطينيون كل يوم من دمائهم وأبنائهم ولكنه يظل جهدا ضروريا وعملا مطلوبا ينبغي أن يتواصل ويتصاعد حتى تتوقف هذه المقتلة المستمرة منذ ستة أشهر لقد تغيرت المواقف العالمية وتحركت بالتدريج ناحية الموقف العربي الذي اتخذناه جميعا من اليوم الأول وهو ما يتجسد في قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار إنها استفاقة متأخرة ولا تعفي من صمتوا لشهور عن مسؤولياتهم تجاه اجتراء الاحتلال على الدم الفلسطيني وعربدته في القطاع قصفا وقتلا وتجويعا وتشريدا وكأننا عدنا لمرحلة ما قبل الأعراف الدولية التي تميز بين العسكريين والمدنيين وكأننا عدنا لزمن لا قانون واللا إنسانية بالأمس فقط قتلت قوات الاحتلال بدم بارد سبعة من عمال الإغاثة العاملين بالقطاع وأفاقت دول كثيرة كانت تظن في هذا الاحتلال التحضر والمدني ولا يمكن أن يكون احتلال متحضرا بأي حال لأنها عاينت بيانا صارخا ونموذجا فاضحا على الطريقة العشوائية والمجردة من الضمير والإنسانية التي يدير بها الاحتلال عملياته العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة ما جرى لم يكن خطأا كما تدعي إسرائيل ولكنه نمط متكرر فقد قتل من عمال الإغاثة ما يقرب من مائتين منذ بدء العمليات بينهم 176 من الأنروا وحدها ولا أرى أي فرق بين هؤلاء وبين عشرات الألاف من المدنيين والأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا بدم بارد وبدون وازع من ضمير منذ بدء الحرب إن عملنا الدبلوماسي يتعين أن يتواصل من أجل وقف الحرب وضمان أن تحاسب إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها علينا أن نناضل أيضا في كل الساحات الدبلوماسية والمحافل العالمية من أجل اقتناص أفق سياسي لفلسطين مستقلة بعد أن عرف العالم كله أن الوضع القائم لم يعد قابلا للاستمرار وأن الاحتلال لا يمكن أن يكون سلميا أو حضاريا وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية هي الطريق الوحيد للسلام في فلسطين والمنطقة بأسرها شكرا جزيلا لكم شكرا سيد الرئيس شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر